الولايات المتحدة تدير حراكاً سياسياً وآخر عسكرياً في الملف اليمني الأربعاء الماضي شهدت محافظة حضرموت شرق اليمن حدثين متزامنين بتوقيع أمريكي حين تداول نشطاء صوراً لجنود من قوات البحرية الأمريكية في إحدى مدارس مديرية الغيل بمحافظة حضرموت تزامن مع وصول السافير الأمريكي إلى اليمن إلى مدينة سيئون بشكل مفاجئ يعد السفير ستيفن فاغين أكثر سفيراً زار اليمن منذ اندلاع الحرب والانقلاب الحوثين في عام 2014 هذه المرة كانت وجهته سيئون بعد أن زار في وقت سابق المكلة والمهر وعداً التقى في سيئون قائد المنطقة العسكرية الأولى ومحافظة حضرموت وبالتزامن مع الزيارات التي يقوم بها السفير الأمريكي يظهر المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندير كينغ ليعبر عن تفاؤله بتحقيق تقدم كبير في الملف اليمني ليندير كينغ قال في تصريحات صحفية إن واشنطن حريصة على السلام في اليمن واستمرار الهدنة نافياً في الوقت ذاته أن تكون بلاده تريد تحقيق مصالح عسكرية من خلال جهودها للتوصل إلى حل في اليمن التواجد الأمريكي في اليمن ليس وليد اللحظة غير أنه تنام بشكل غير معلن منذ سيطرة مليشي الحوث على صنعه ولم يتأثر الوجود الأمريكي بالحرب الدائرة فقد استمرت العمليات الأمريكية في اليمن وظهر لها شركاء محليون وآخرون إقليميون بعيداً عن التشريعات الرسمية أو البرتكولات المتعارف عليها دولياً بحسب المراقبين استمرت أمريكا في الاستفادة من المعلومات التي يقدمها لهم الحوثيون في حرب ما يسمى بتنظيم القاعدة وبدأ وكأن هناك تنسيقاً في تنفيذ بعض العمليات في البيضى وشبوى ومأرب وحضرموت تظل أمريكا أحد أبرز اللاعبين في الملف اليمني إلى جانب كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إضافة لإيران والسعودية والإمارات حيث يبرز تكامل الأدوار والتبادل في المهام بما يضمن الفوز لتلك الأطراف فيما يظل اليمن واليمنيون هم الخاسر الأكبر في اللحظة الراهنة على الأقل